نرحب بحضراتكم مرة ثانية في بداية البرنامج كنا بنتكلم عن اهتمام الدولة بعد 30 يونيو بقدرون باختلاف ويمكن كانت البداية من دستور 2014 وننصي صراحة على اشتراط تمثيل ذوي الهمم داخل أول مجلس النواب بجانب المبادرات الرئاسية والتشريعات اللي عملت على دمج وتمكينه ومشاركة قادرون باختلاف الحقيقة فيه ارادة سياسية قوية ودعمة ومساندة لذوي الهمم دائما تعمل على خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شراح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وخلاف ده لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة نحن نهاردة معنا دكتورة مهاش عبان عضو مجلس النواب المنورانة صباح الخير عليك دكتور صباح الخير يا أستاذ محمد صباح الخير يا أستاذ جمال يا أهلا بحضرتك اهتمام ودعم كبير جدا من القيادة السياسية لهذا الملف المهم للغاية عايزين نعرف إذا حضرتك شفت هذا الاهتمام وتجسد في إيه بالزبط خلينا أقول صباح الخير لكل مشاهدين في الوطن العربي وبالأخاص مشاهدين جمهورية مصر العربية الأول بقوا حي الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكمة أنه كان في أول خطاباته كان أول خطاب لي أنه ألقى ضوء واهتم اهتمام بالغ بهذه الفئة طبعا دستور 2014 كان من أول الدستير المصرية اللي حست على تمثيل ويكون فيه كوتا للأشخاص ده والإعاقة في مصر وده جاء بناء لأن احنا عددنا عدد كبير جدا احنا عددنا تقريبا من 12 إلى 13 مليون في الدولة فلو كل فردي فينا عايش مع أسرة فاحنا أكيد بنمثل قطع عريض جدا في الدولة المصرية ولينا مشاكل كتيرة ولينا قضايا كتيرة فبتهم كل القيادة السياسية وكل الجهات المختصة بقضايا الإعاقة بعد دستور 2014 في دستور 2019 في مجلس النواب برضو صممنا أن احنا يكون لنا تمثيل مناسب في الدورة القادمة عشان نضمن أن احنا نرضى الموجودين كاكوتا في البرلمان ولينا صوت بيتكلم عن قضايا 12 أو 13 مليون معاق وده كان بيصب في كل مشاكل الأخوة زو الإعاقة في مصر وفعلا كنت شرفت أن أنا كنت مقدمة مشروع قانون 10 سنة 2018 في البرلمان السابق كان القانون ده بيحس على أكثر من مادة 55 مادة بتحس كلها على كل القضايا والامتيازات والمكتسبات للأشخاص زو الإعاقة من هذا المشروع فإننا من كل حدريك ذكرت أنه 55 مادة أو 55 بند حدريك تقدمت بهم ضمن هذا المشروع إيه اللي تقدم من هذا المشروع؟ إيه اللي نفذ على الأرض الواقع اللي قدر أنه يفيد زي ما حدريك قلت هذا القطاع قطاع عريض كان من أول القوانين اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق عليها بعد مناشة القانون وإقرار البرلمان يبي عديب شهر صدرت اللايحة التنفيذية في 2019 لا القانون شمل عدة مزايا أهمها الجمع بين معاشين للشخص المعق الإعفاء الضريبي الإعفاء الضريبي الإعفاء الجمركي على المستلزمات الطبية ووضوع الجمع بين معاشين دي ميزة لزاول همم فقط آه معاش الزوج مثلا وأب لا يعني لو في أنا مثلا موظفة ووالدي توفى رحمة الله عليه ينفع أن أنا أو والدتي ينفع أن أنا أخذ رتبي وأن أنا أخذ معاش والدي أو والدتي ودي حاجة خاصة بزاول إعاقة بس وكمان حتى لو أنا رياضية وبطلت رياضة وكنت حققت مدليات أولمبية بيبقى في معاش من الدولة لها أولئك الفئة ينفع أنه برضو يجمع بين المعاش فده الجمع بين أكثر من معاش ده الصالح طبعا الأشخاص دي والإعاقة طبعا كان اهتم بالتعليم والصحة والله اهتم بوسائل النقل للأشخاص دي والإعاقة اهتم بوحدات الإسكان يعني مثلا في التعليم عملوا حاجة حلوة قوي إنه كان دلوقتي فيه دمجة للأشخاص دي والإعاقة في كل المدارس تاني حاجة فيه مبادرة سيادة الرئيس أطلقها من فترة في حفلة قدريم باختلاف العام الماضي إنها فيه مبادرة رفقاء ذوي الإعاقة إنه إحنا يكون لنا رفقاء في المدارس والجامعات بيساعدوا الأشخاص ذوي الإعاقة ويساعدوا على دمجهم وحل مشاكلهم في المجتمع المصر طبعا في التعليم بقى خلى المدارس والجامعات بقى فيه بنية تحتية مؤهلة تماما للأشخاص ذوي الإعاقة يبقى فيه رنبات ليهم عن طريق الإخوة المكفوفين بقى فيه إتاحة المعلوماتية عن طريق طريقة البرايل اللي في الصم والبوكم لغة الإشارة تبقى موجودة في جميع المدارس والجامعات لأكد فيه تفرة حقيقية والكل حاس بيها بالنسبة للإسكان الدولة حددت خمسة في المئة للإسكان لو طرحت مشروعات إسكان اجتماعي وتقدم بيها أي حد من زوي الإعاقة للأولوية طبعا يعني أنا على ويلة شير لو أنا مقدمة في مشروع إسكان اجتماعي ما ينفعش أن أنا أخذ في دور علوي لازم يبقى الوحدة السكنية اللي أنا هأخذها تبقى مناسبة تماما لإعاقة الحرقية وبالتالي مؤهلة أكيد فبالتالي كل الوحدات السكنية مؤهلة بالنسبة للوسائل النقل لا فيه تخفيض ده 50% على وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة ولو معاه مرافق برضه بيستعودوا في الحركة طبعا محطات السكاك الأحديدية دلوقتي والمتروهات بدأت أنها فعلا تبقى برضه مؤهلة في الإتاحة وغيرها كود الإتاحة بقى في جميع المباني الحكومية والمؤسسات زي الجماعات والمستشفيات والمدارس وغيره لازم يبقى أنه يلتزموا بكود الإتاحة وده عشان يسر الشخص المعاقعيه شيئا أدمية ويقدر أنه يتحرك بسهولة عظيم جدا حضيك قلت أنه نحن تقريبا زي الجماع في مصر 12-13 مليون دي شريحة كبيرة من الشعب المصري هل زي ما عندنا إحصائية بعددهم عندنا إحصائية بنوع الإعاقة هل هم مسجلين مثلا في قوائم بحيث نحن نعرف الإعاقات اللي عندهم فنقدم لهم ما يتناسب مع هذه الإعاقة سواء من عمل أو من ساكن زي ما حضيك قلت كان مشروع قانون زي الإعاقة عشر سنة 2018 كان فيه بنص نحن عشان فيه بطاقة خدمات متكاملة بطاقة دي بطاقة مميكنة بيروح للشخص المعاق المجالسة الطبية عشان يستخرج البطاقة البطاقة دي فيها درجة الإعاقة فيها نوع الإعاقة بتجدد كل سبع سنين وطبعا فيها الإعاقات الصعبة اللي هي زي البتر أو الشلل رباي أو الشلل اللي هو لا يردوش فيه دي لا تجدد طبعا دي البطاقة دي ساعدت كل من يحمل هذه البطاقة ساعدته لأي حد من زول الإعاقة أنه يحصل على مزايا كتير جدا في التأمين الصحي في التعليم في نسبة الخمسة في المية في الوظائف في يقدر أنه يسجل بيها في الحصول على وحدات سكنية أنه هو برضو من خلالها استقلال المركبات فهي وفريت له حاجات كتيرة طيب كمان سيدة الرئيس سعد فتاح سيسي كان مهتم جدا بفكرة تطبيق نظام الخمسة في المية في المؤسسات والشركات في الوظائف أنه كل إن كانت شركات أو لازم يكون في خمسة في المية من ذوي الهمم كمان مش بس كده فكرة التدريب والتأهيل عشان يقدروا يكونوا فعلا لهم دور فعال في هذه المؤسسات لو تتكلمينا عن هذا الملف تحديد نعودين نقطة تحديدة خليني أحيي الرئيس عمد الفتاح السيسي المرة الثانية مائدة الحوار الوطني اللي هو منطلق بقاله فترة أنا نقشت فيه في ثلاث جلسات محور السياسي كنت بتكلم فيه عن التمثيل للأخوة زو الإعاقة في البرلمان والدستول ونقشت في جلسة أخرى في حلقة المحور المجتمعي كنا بنتكلم عن الوصائع المال وبرضو أدركت أن إزاي الأم لو هي معاقة وأرملة أدي إيه بالتعاني من مشاكل عشان تقدر تكون واصحة على أولادها أولا فيه جلسة يوم الخميس الجاه إن شاء الله جلسة في المحور المجتمعي على جدول أعمال الحوار الوطني في لجنة الشباب اسمها اسم الجلسة تنكين زو الهمم في مجال ريادة الأعمال الخمسة في المية القانون نحس عليها وألزم القطع العام والقطع الحكومي صحيح القطع الخاص أن يутствو من أكثر من 5% عمل حاجة حلو قوي يدك يعمل إسابة حافظ إسابة لو عينتي 5 أكتر من 5% نسبة مقررة أن أنت تخفض لك نسبة أكبر من الضرائب فده عشان يساعد ويشجع القطاع الخاص والقطاع الحكومي وقطاع الأعمال أننا الناس دي لازم نحاول نساعدهم وبرضه في نفس الوقت في مراكز تدريب عشان تكون مؤهلة لتدريب الأشخاص والإعاقة بما يناسب إعاقاتهم لأن الإعاقات مختلفة ومتنوع في إعاقات حرقية إعاقات بصرية صم وبقمة في أكتر من إعاقة عزيزة تشاركي في جلسة الخميس الجاي في الحوار الوطن آه الحمد لله أنا مشاركة في إسبيكر وإن شاء الله نتكلم مجهزة في ملف ريادة الأعمال إن إحنا إزاي لازم الدولة ما زالت برضو إن إحنا برغم الطفرة اللي إحنا حاسين بيها في مجال زول إعاقة بس إحنا مستنيين الأكتر فإحنا إن شاء الله هتكلم فيها عن إزاي إحنا هنمكن الأشخاص ده والإعاقة في مجال ريادة الأعمال إزاي إحنا نوفر لهم مثلا حوافز استثنائية لو حد هيعمل مشروع الدولة إزاي تديلهم مثلا قرد بنسبة قليلة وتزديد على تزديد على مدات طويلة عشان تقدر إن هيا الناس دي تقدر تعتمد على نفسها وتكون كمان هي عنصر فعال ونحل برضو جزء من على كاهل الدولة إن إحنا مستنيين الخمسة في المياه برضو هتكلم فيه عن إزاي نوفر مراكز تدريب وإزاي الناس دي نأهلها وإزاي نشوف كل حد متميز في جزء معين حسب إعاقته لإن هما تقريبا أنا بفخر إن أنا بأمثلهم للمرات تانية في البرلمان وإن أنا منهم الـ 12 مليون أو 13 مليون كلهم عناصر ممتازة وكلهم متميزين في أشياء مختلفة طيب دكتور هل توصلنا حتى لإن لقاعدة بيانات موحدة عن الـ 12 مليون أو 13 مليون بأعقادهم بظروفهم وما إلى ذلك ولا لسه إحنا في الطريق لده لا لسه إحنا في الطريق لده لأنه هو الصدر من عدد بطاقات الخدمات المتكملة هو جزء قليل دي أحقيقة فإحنا لسه بنحاول إن إحنا يبقى فيه قاعدة بيانات أو داتا كاملة طبعا وزارة الصحة مجالس طبية وده إصدار الكارت ده أو البطاقة دي معتمدة على قاعدة البيانات أكيد طيب ما سألناش ليه حتى الآن ما فيش تسجيل عدد كبير يعني ما إحنا لازم نعرف هل مثلا أهليهم لفترة من الفترات كانوا شايفين إن فيه تهميش فمش مقتنعين قوي لسه إن هم يروحوا يسجلوهم فيطالهم بطاقة خدمات متكاملة فنبتدي نتكلم معاهم ونوعيهم إن فيه امتيازات يحصلوا عليها لو قدوا هذه البطاقة ممكن يكون الإعلام ليه دور فعلا مهم بناشد الإعلام من هذه القناة الجميلة والقناة الأمة إن إحنا يكون فيه فعلا دور للإعلام للتوعيع عن بطاقة خدمات متكاملة بس عشان بطاقة خدمات متكاملة إحنا فيها القضية مشتركة بين أكتر من وزاره تضمن الاجتماعي فيها عنصر الصحة فيها عنصر فهو بيبقى فيه بعض المشاكل بتقابلهم في المجالس الطبية بنيشد وزير الصحة ووزير التضامن الاجتماعي من خلال البرنامج أنه هو يسهل على الناس عشان نقدر التسجيل حيب عشان النقطة دي بقى مهمة يا فندم خلينا عرف من حضرتك دلوقتي أنا شخص ذوي الهم وعايز أستخرج هذه البطاقة إيه اللي أنا المفروض أعمله والمشاكل هتبتدي تقابلني فين ومن خلالها حضرتك برضو توضحي إيه اللي إحنا محتاجينه بظلط من أي جهة طيب دلوقتي أنا عشان أتقدم للحصول على بطاقة خدمات متكاملة لازم أروح أقدم أكشف في أي مستشفى جميعي أو مستشفى عام تابع ليها أو مستشفى من مستشفيات القوات المسلحة بعد ما بيكشف هو بيقول التقرير بتاعه بحالتي الصحية برجع للتضامن الاجتماعي بيعملي تقييم وظيفي تقييم الوظيفي ده اللي هو شايفني بيقرر بيطابق اللي الصحة قالته بحالتي بعدين بنبعاتها للتضامن الاجتماعي وبعدين بتحددله جالسة في المجالس الطبية إن هو بيروح الجالسة دي بمجموعة من الأطباء بيحدد الشخص ده وبعدين بيتم استخراج البطاقة بعدها بمدة شهرين أو ثلاثة بس هي دي كل فيه المشاكل بقى؟ المشاكل أقول لها ده لكن بيبقى فيه تقديم مثلا عشان تحجزي في المجالس الطبية على لينك خاص بوزارة الصحة أو المجالس الطبية اللينك هو طول الوقت أو بيفتح في أوقات معينة مش بيبقى معلمة عنها فمش كل الناس من ذوي الإعاقة قعدة على النت أو متابعة إزاي اللينك ده هيفتح إمتى والفترة من إمتى ده المفروض يكون متاح طول الوقت ده بقى المفروض يبقى فيه من تابع المجلس طبية وزارة الصحة إن إحنا يبقى فيه إعلانات إن إحنا هنفتح مثلا البطاقة الخدمات المتكاملة تلت بطاقات إعاقة شديدة إعاقة متوسطة أمراض مزمنة في الإعلان كل مرحلة فيهم لاستخراج البطاقة يعني هم شغالين في البطاقات الشديدة الإعاقة والإعاقات المتوسطة باقي تقريبا الأمراض المزمنة المفروض بقى لما هاجي أنا دلوقتي هقدم يبقى فيه إعلان قبلها لأ يا جماعة إحنا بدأنا أو هنفتح اللينك عشان الناس تبتدي تسجل على لينك وزارة الصحة والمجالس الطبية طبعا بيبقى فيه أعداد كتيرة برضو متقدمة فممكن بيحصل ساعات والسيستم بيقع فهي دي المشاكل بس طيب هنكمل مع حضراتك فيه النقطة دي بس هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم منرحب بحضراتكم مرة تانية وقبل الفاصل كنا نتكلم مع دكتور مها شعبان عن أهم الإنجازات اللي حصلت فيه ملف التعامل مع ذوي القدرات الخاصة أو ذوي الهيمة كنا نتكلم مع حضراتك يا دكتور عن الخطوات اللي بتحصل أو خلينا نقول كده محاكاة لللي بيحصل لو شخص من داوي الهيمة محب يستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة وإفنى أنه في البداية بيروح يكشف في أي مستشفى قوات مسالحة أو مستشفى حكومي بعدين المفهود أن يتوجه لوزارة التضامن مظبوط كده لمكاتب التأهيل اللي هو طبع لوزارة التضامن اللي التامع هو في دا هو الشخص نفسه اللي بيتوجه ذوي يعني صاحب هذه المشكلة الصحية أو صاحب الآقة ولي بيتوجه عشان كده كنت بطالب أنه نحن دلوقتي لهو كشف وفي لجنة كشفت عشان ندي كل حد حقه طيب المفروض اللجنة كشفت وقالت يبقى المفروض بقى يبقى فيه حاجة برضو بدل ما يروح للتقييم الوظيفي حاجة تابعة خاصة يبقى فيه لين كتابعة وزارة التضامن الاجتماعي لأنه فيه حالات بتبقى صعبة جدا فهو عشان أساسا يروح أنه يروح لأيه مستشفى يكشف فديه فيه إرهاق معنوي ومادي وصح ونفسي وخلاص وهو أمبي وعمل أوكي يبقى يبقى فيه موقع طبع الوزارة التضامن أو يبقى فيه حد من المكاتب التأهيل دي على الأقل للأعقاد شديدة أو في المستشفيات أو في الأعقاد شديدة أو يتوجه للشخص المقدم يكون فيه حد ويكون ناس مؤهلة ومدربة على التعامل مع الناس دي أنا برضو مش هنقول أن فيهم بعض الناس بتبقى مش على قدر كافي متعامل مع الأشخاص ذو الإعاقة وهو الشخص ذو الإعاقة بيأخذي بالحضرتك أنهو العامل النفسي عنده مهم جدا وده أهم شيء طبعا فلما يبقى فيه موظف أو أحد يتعامل معي إنسان راقي في التعامل كفء مؤهل أنهو يقدر يسمعني أو يكشف أو 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 ولأنه برضو في بعض الحالات زي ما حضرتك بتقولي أنه بتبقى فيه بعض المكاتب اللي هو بتوجه لها للتأهيل عشان يعمل التقييم الوظيفي المكاتب غير مؤهلة فيه مكاتب بتبقى في الدور التاني فيه مكاتب فيها سلالم طبعا أنا لو عندي إعاقة صعبة شل الرباي أو شل النصفي أو بترة أنا هعمل إيه أنا طبعا كنا يساعد نتكلم دوقتي أنه بيأخذ نفس اللف عشان يحصل على المعاش تاني أوه عايزينه يبقى كشف واحد لأن الشخص لما بيجي يحصل على معاش تكافل أو كرامة برضو لازم يروح يكشف ويسجل عشان يحصل على المعاش طبق أوكي المفروض يبقى الشخص اللي هو حصل على بطاقة الخدمات المتكاملة هي فيها إعاقة ودرجة الإعاقة ونوعها وأنا أخذتها عشان أجيب سيارة مجهزة أو يبقى لي امتيازات أخرى يبقى أنا ليه أكشف تاني يبقى أكشف واحد إحنا خدنا خلاص الضوء اللي أخدر من سيارة الرئيس بعد كده لازم نتحرك بقى يعني لازم نسهل الأمور شوية ولازم نحرك الدنيا كده كده هيحصل على الدعم وهو بالفعل مستحق لازد دعم أيا كان نوع هذا الدعم لكن طريق حصوله على هذا الدعم يجب أن يكون فيها نوع من التسهيل والتسهيل عليه تمام طيب عندنا كمان يا جمالة الموحدة للأطراف الصناعية عزر نحض لك أهميتها يا دكتورة مات لا دي منظومة مهمة جدا جدا وده أفضل قرار سيارة الرئيس أخذه أنه هيبقى فيه مصنع كبير هنا لتصنيع الأجهزة التعوضية لأن هيبقى فيها مثلا عدد وحصر لزوء الإعاقة هتبقى فيها صناعة كل المستلجمات الطبية من كراسي متاحة سماعات طبية أطراف صناعية دي هتبقى يعني هتبقى مصنع كبير بيوضاهي المصانع الأوروبية في إمتاج هذه الأطراف طبعا والرئيس مشكورا أمر برضو أنه هيبقى مثلا متغسط إمتاج مليون طرف صناعي أو مليون ومص تقريبا في الرنج ده وأن هو يبقى الأطراف دي هتكون على كفاءة عالية جدا في تصميمها تكون مناسبة للإعاقات عشان تبقى مريحة للأشخاص اللي هيستخدم الجهاز وأن فيه الناس الغير قادرة فيها من الأشخاص ده والإعاقة تقريبا مش هيتفع تمنها أو الناس المفئة أو فيه جزء بسيط هتبقى فيه دعم من المجتمع المدني والحكومة للأشخاص ده والإعاقة طبعا هيعملوا حصر بأعداد ده والإعاقة ومحتاجين إيه فدي حاجة كويسة جدا هتوفر عليهم حاجات كتيرة قاعدة البيانات والقمسيون الطبي اللي هم عملوا أعتقد هيساعدهم في حاجة زي دي هيساعد وبرضو يعني فيه حاجة لأن الأجهزة دلوقتي مع التطور التكنولوجي والإعاقات المختلفة فيه الأجهزة مش بتبقى كويسة قوي ولا مريحة يعني معظم الأشخاص ده والإعاقة بيتجه لشراء الأجهزة قوات مسلحة أو عايزين منهم دعم دي لأن الأجهزة بتاعتهم بتبقى كويسة جدا ومريحة فلا المنظومة هتوفر عليهم مشاكل كتيرة وهتساعد في حل مشاكل كتيرة خاصة بالأطراف الصناعية طبعا إحنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر وزي ما اتكلمنا يمكن مجهود كبير أو يبوذل في هذا الملف تحديدا خطوات كتيرة جدا نجاحات كتيرة جدا قدرنا أن نقوم بقفزات الحقيقة في وقت كان التحول من التهميش أو النسيان اللي شايفين دلوقتي بيحصل الأرض الواقعة وزي ما كنا بنتكلم أكيد دايما إحنا بنطمع أكتر في الخير دايما عايزين حاجات تانية تحصل خطوات تانية كمان تعتقد لأنه زي ما قلت يا رئيسة بنفتاح السيسي هما كنز لهذه الدولة وكنز لهذا الوطن بتكلم في قطع مش بسيط خالص 12-13 مليون شخص تغير الأسر هم نتكلم على الأشخاص فقط لايحة لبشكرها جزيل الشكر دكتور ماها شعبان عضو مجلس النواب دورتينا في سبع أرخي اليوم سر أنا أخليك يا فندم بس أوجه رسالة في نهاية البرنامج بعد إذنك بوجه تحية خاصة لولدتي اللي هي طول الوقت صبرت جامد ليا وخالص دعائي لبابا الله يرحمه لأنه برضو كان واقف جنبي جدا أريد أن أوجه رسالة لكل الأمهات لكل الأمهات والأباء الإعاقة منحة وليست محنة والدعم النفسي اكتشفوا مواهب أولادكم وأطفالكم عند كل حد فينا نقطة قوية جدا اللي وإحنا عرفناها واشتغلنا عليها هنطلع ناس كويسة جدا وناس مفيدة للمجتمع وأنا شايف أن 13 مليون كلهم ليسوا عبق على المجتمع المصري بل هم طاقات جبارة وطاقات مهمة جدا في المجتمع المصري وبيساعدوا كمان في بناء المجتمع المصري والدل نحن عندنا لمزج كتير على فكرة ومتنوعها في مجالات كتيرة ورياضة حضرتك كمان من المزج الرياضي المهمة حقيقة وفيه نمازج كتيرة في الغنى في التمثيل غير كده والله غير الغنى والتمثيل يعني الشعب المصري شعب ولاد ونيبه دايما بالعظماء عندنا الدكتور طه حسين رغم أنه كان عنده إعاقة عميد الأدب العربي كلهم شاطرين في مجال الرياضة وهم أكتر ناس حققوا مادليات في الأولمبيات وبيجيبوا بيحصلوا على مادليات كتيرة وفيهم ناس دلوقتي مع اهتمام الرئيس والدولة والمجتمع المدني بدأوا يبقوا أسد جمايين وناس فيه فيها بقرة في العلوم وفي الحساب وفي الرياضيات وفي الرياضة يعني أمثلة كتير جدا جدا هي بس كانت الفكرة الفرصة لدعمهم مش فكرة حتى أننا مش عندنا فرصة لدعمهم واكتشافهم أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة ما هنوارتين في سبع حضرتك شكرا لحضرتك ونوارتك شكرا لحضرتك